النبي له معنى واحد وهو شخص النبي وعلاقاته أما كلمة الرسول فلاها معاني مختلفة تأتي كلمة الرسول بمعنى واحد أي واحد شار رسالة من واحد لواحد أو البستاجي مثلا يعني في قصة يوسف يعني ارجع لربك وقول لك فلما جاءه الرسول فلما جاءه الرسول قال ارجع لربك اسأله ما بالنسوات التي قطعنا ايدي وانا فلما جاء الرسول هنا اللي هو المرسال اللي هو البستاجي فكل من ترسول تطلق على اي واحد بيحمل رسالة من شخص لشخص وتطلق على النبي الذي نزلت عليه الرسالة محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهو محمد نبي وهو رسول الله وكل نبي رسول وتطلق على جبريل لأنه هو الذي نزل بالرسالة من رب العزة جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن جبريل انه لقوله رسول كريم ذي قوات عند ذا العرش مكين مطاعم ثم أمين وهو يقول عن النبي وما صاحبكم بمجنون ولا قد رأوه بالنفوق المبين فجبريل من ألقابه أنه رسول ورسول أمين ورسول كريم تأتي كلمة رسول بمعنى الملائكة نوعين من الملائكة الملائكة التي تسجل الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يقول بلى ورسولنا لديهم يكتبون أو ملائكة التي تقبضه الأنفس حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم إذن في ملائكة قبض النفس وملائكة تسجيل الأعمال ودول اسمهم رسول وممكن هذا الأهم حاجة هنا إن كلمة الرسول تأتي بمعنى الرسالة أو بمعنى القرآن الكريم محمد عليه السلام بشر نبي مات لكن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ الرسالة إلى قيام الساعة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآمي وسبعة من سورة الأنبياء وما أرسلناك بالقرآن إلا رحمة للعالمين مش هو كشخصه لأنه هو كشخصه مش للعالمين ده هو كان محاط أو محاصر أو محدد بزمان ومكان لكن القرآن الكريم من حياته عليه السلام وبعد موته إلى قيام الساعة سيظل القرآن الكريم رحمة للعالمين شغل كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من هنا فطالما الرسالة موجودة فالرسول موجود الرسول هنا بمعنى الرسالة وربنا سبحانه وتعالى يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يبقى طالما تتلى آيات الله في هذا الكتاب يبقى هذا الرسول هذا القرآن موجود معنا وموجود بيننا هو الرسول هنا بمعنى الرسالة وبعض الآيات القرآنية يستفد منها بوضوح شديد إن الرسول هنا لا تعني محمدا فقط وإنما تعني الرسالة بعد موته ربون سبحانه وتعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقط وقع أجره على الله لو كانت الهجرة هي في عهد النبي وخلصت يبقى طبعا الرسول هنا يبقى هو الرسول بمعنى محمد بمعنى النبي محمد عليه السلام أما الهجرة في سبيل الله مستمرة إلى قيام الساعة ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله يبقى رسول هنا بمعنى القرآن الكريم المستبر بعد موت النبي إلى قيام الساعة أحالا تأتي كلمة الرسول لا تفيد إلا القرآن فقط ولو واحد قال إنها بتفيد النبي هنا يبقى بيكفر بالقرآن الكريم لأن إيرا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة واصيل هنا لو كان الله ورسوله يعني محمد يبقى أنها سيقول لك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا هما وتوقروا هما وتسبحوا هما هل يجوز أنت تسبحوا هما إطلاق إذن الرسول هنا هي كلام الله هو قرآن الله سبحانه وتعالى وإذن هو هنا يعني الضمير هنا يرجع بالمفرد ليس الاثنين إلى الله سبحانه وتعالى وكتابه ولا فارقة هنا زي قوله سبحانه وتعالى أيضا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه أو يعني مش قال لك أن يرضوهما فهنا بقى الله والرسول هنا ما هوش كائن مع ربنا سبحانه وتعالى بل هو هنا بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى كتابه قرآنه إذن هنا كلمة الرسول لها معاني مختلفة إما واحد دستغي إما الرسول اللي هو النبي محمد عليه السلام إما الرسول يعني جبريل إما الرسول بمعنى ملائكة تسجيل الأعمال أو ملائكة الموت أو بمعنى القرآن الكريم أو لا تفيد إلى القرآن الكريم فقط عليكم السلام